السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع مجموعة من الأنباء الهامة اللي يتناولها أو اللي يتداولها الإعلام الألماني واللي يتفاعلوا إياها سكان ألمانيا واللي يتهم سكان ألمانيا فقط عندنا خبر واحد هو السياسي وبقية الأخبار هامة جدا مواضيع اجتماعية واقتصادية ومواضيع يعني الاطلاع عليها راح يكون مفيد جدا جدا أصدقائي أول موضوع راح نتكلم بيلي والموضوع السياسي رئيسة حزب الخضر أنا لنا بايبوك الحزب اللي يعني يدافع عن البيئة عن طريق زيادة الضرائب وإلى آخره كانت الألانينا بايبوك قد تحدثت عن زيادة أسعار البنزين هي استفزت الفقراء حسب ما ذكر العلام الألماني فهي تحدثت عن زيادة بأسعار البنزين قدرها 16 سنت للتر الواحد الأسعار هي مرتفعة وهي تريد رفعها بالزايد وإضافة 16 سنت للتر الواحد بالإضافة يعني إلى كل الزيادات الحاصلة منذ يعني 2020 و2019 حتى هذه اللحظة الهدف من تصريح بايبوك حسب قولة وحسب بيان الحزب هو حماية البيئة عندما يصبح البنزين غالي سيقل استهلاكه يعني قصدها لما يصبح سعر البنزين مرتفع ما رح نعبي بنزين كثير وما رح نخرج خارج المنزل أو ما رح نطلع فرح نبقى بالبيت ولما نبقى بالبيت رح يتم الحفاظ على البيئة هذا اللي يفهم من تصريحها أنه رفع سعر البنزين يحسن البيئة ويقلل الانبعاثات الحرارية تصريحها لم ينل إعجاب سكان ألمانيا ولم يعني يتفق معها أي حزب سياسي آخر وتم قصف جبهتها بعنف من قبل أميرة محمد علي أميرة محمد علي هي يا أصدقائي رئيس التكتل اليسار البرلماني اتهمت أميرة السيدة أميرة حزب الخضر وأنا لينا بايابوك بالنظر لذوي الدخل المنخفض بغطرسه وأن كل سياسات حماية البيئة هي تستهدف الفقراء بينما الأثرياء لا يفرق معهم زيادة سعر البنزين 16 سنت 160 سنت 10 يورو لليتر الواحد هم يزدادون ثراء بكل الأحوال والفقراء يزدادون فقرا رئيسة اليسار قالت هذه ليست سياسة مناخية معقولة بالإضافة إلى أن هذه السياسة المناخية تقسم المجتمع إلى طبقات طبقات فقيرة تصبح أكثر فقر وطبقات ثرية تصبح أكثر ثراء والطبقات الوسطية تختفي يأما يتحولون إلى أثرياء جدا أو فقراء جدا هذه السياسات الصادمة المتعلقة بأسعار الوقود وارتفاع أسعار المعيشة في ألمانيا يعني هي زيادة سعر الوقود ديزل المازوت الوقود تدفئة الهايتسونج بالمنازل يجعل كل شيء يرتفع سعره السكنة الخضارة التي تمنقلها عن طريق الكافيهات تستعمل الوقود فبعد أن أصبح حزب الخضر القوة الأكبر في ألمانيا زيد من إخراج ما بجعبته من أجندة ومن تقارير عن زيادات وضرائب وإلى آخره حتى بالاستطلاع الأخير للآراء نزلت شعبية حزب الخضر شيئا ما وأصبح ثاني قوة بالوقت الحالي قبل أسابيع كان هو القوة أرقم واحد والآن هو ثاني قوة بعد حزب المستشار أنجيل أميركل الذي يبدو مستقر عند 25 نقطة مئوية وحزب الخضر حاليا 24 نقطة مئوية أصدقائي التقرير الثاني هو تقرير اقتصادي هام لسكان ألمانيا للطلاع عليه يعني يفيد حسب بيانات المكتب الفدرالي للحصاء عن شهر مايو شهر أيار شهر خمسة أشار المكتب إلى حدوث تسارع بازدياد الأسعار يعني شهر خمسة شهد زيادة بتسارع ارتفاع السلع أكثر من اللي حصلت بالشهر الذي قبله فالسلع ازدادت بنسبة 2.5% عن عام 2020 يعني قيمة الزيادة هي 2.5% وليس كل السلع ازدادت بهذا شيء يعني وتيرة التسارع ازدادت بهذا الرقم وهي أعلى وتيرة يتم تسجيلها منذ عام 2011 اللي كانت بيها يعني زيادة بالأسعار هي 2% المحرك الأكثر أهمية الذي أثر على زيادة الإسعار هو تكاليف الطاقة الأمر اللي ذكرناه بالخبر الأول تكاليف الطاقة اللي زادت 10% على أساس سنوي يعني الزيادة السنوية تعرضت إلى زيادة 10% وليس سعر اللتر البنزين أو سعر الديزل هو اللي ازداد 10% هو ازداد أكثر أصدقائي فزيادة من ناحية أخرى بأسعار النفط والغاز ازدادت بمقدار الضعف أحد الأسباب التي أدت إلى الغلاء وازداد الأسعار حسب مكتب الفدرالي للإحصاء بتقرير السنوي اللي نشاره بالفترة الحالية هو احتفاظ الناس بنقودهم خزن الناس لنقودهم بجيوبهم أو بحساباتهم البنكية وعدم انفاقهم للنقود حيث سجلت البنوك الألمانية أعلى نسب الخزن بسكان العالم كلها هي صارت في ألمانيا وأعلى نسب أموال مخزنة في أوروبا موجودة هي في ألمانيا عند سكان ألمانيا الجماعة ضمين فلوسهم كل سكان ألمانيا سواء ألمانا ومهاجرين وإلى آخره ضمين فلوسهم بالبنوك فلما يتم خزن النقود بالبنوك لا يتم رميها بالسوق ويتم دفع ضرائب عليها وميرفيرتشتوية وميرفيرتشتوية وإلى آخره فينتعش الاقتصاد لما الناس تخزن نقودها بجيوبها أو بالمصارف فلا يتم دفع ضرائب كثيرة بالسوق فبالتالي الحكومة والاقتصاد يتضررون فبالتالي يحصل ارتفاع بالأسعار بالناحية أخرى ضريبة الثاني أكسيد الكاربون وزيادة سعر الوقود كل هذه الأمور ساهمت برفع الأسعار بالسوق أصدقائك نيجي للموضوع الآخر الموضوع الآخر هو مثل الفضيحة أو مثل الفعلة اللي صارت واللي انتقدها سكان ألمانيا بأغلب فئاتهم سواء كانوا ألمان أم أو سلندر اللي صار أصدقائي هو أطلاق نار بأحد الأعراس بألمانيا سيارة تطلق النار بالهواء وهذه السيارة كانت موجودة بموكب بأحد حفلات الزفاف في مدينة آخن اشتكى في مدينة آخن سكان أحد الأحياء من سماع دوي إطلاق رصاص في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ونتيجة لذلك اتصلوا بالشرطة وبلغوها أنه ده نسمع صوت رمي رصاص وسيارات كثيرة بالوحدة ونصف الليل عندما أتت الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص بعد مطاردة يبدو أنه الأخ انهزم من عدهم فبعد مطاردة قصيرة تمكنوا من لقاء القبض عليه والرجل قد اعترف بأنه هو بنعم العرس وهو فرح بهذا العرس وأطلق الرصاص بالهواء يعني من شدة فرحته لأنه ينتمي للعائلة طبعا الأخ أخينا الآن يواجه إجراءات جنائية ضد هذه الفعلة وتم ضبط سلاحه ومصادرته إلى جهه يعني حكومية لم يتم ذكر جنسية الأخ مطلق الرصاص ولكن حسب مراقبتي للأخبار أصدقائي بالسنوات الأخيرة فإن أغلب الأشخاص اللي يطلقون الرصاص في الأعراس والمناسبات هم يا أما يكونون أتراكي أما يكونون عربي أما يكونون سكان يعني بعض الدول بشمال أفريقيا هذه العادات يعني ينتقدها ويكرهها الألمان بشكل كبير جدا ويعني بإمكان أي شخص يطلع على المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي لما شبكة أخباري ألمانية تنشر مقطع فيديو لعرس أو سلندري هذا العرس يرمون برصاص شاهد التعليقات وسوف تعي مقدار كره سكان ألمانية لهذه العادة الجديدة عليهم طبعا جهة واحدة فقط هي تفرح لهذه الأخبار أو لهذه الأشياء وهي حزب البديل اليمين الشعبوي لما ينشر هكذا مقطع فيديو أو هكذا صورة عن إطلاق نار بأحد الأعراس شوفوا التفاعل اللي يصير عنده وشوفوا هي مجموعة من الأشياء اللي تزيد شعبيتهم وهذه هي أحدها أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر بسرعة وباختصار التقارير الإعلامية تشير إلى حدوث هجرة عكسية لخارج ألمانيا حسب بيانات صحفية وحسب بيانات حكومية فإن العديد من الشباب اليهود الألمان يفكرون بمغادرة ألمانيا أو إيجاد بلد آخر يشعرون بالأمان به وأغلبهم يريدون الذهاب إلى دولة أوروبية أخرى أو إلى إسرائيل طبعا هذه الرغبة هي بسبب العدد المتزايد للحواتث المتعلقة بمعادات السامية أو أمور الاعتداء على اليهود أو التحريض على الكراهية ضد اليهود في ألمانيا حسب ما تم وصفه بالإعلام الألماني هذه الظاهرة بدأت تنتشر ظهرت إلى السطح بالسنوات الأخيرة وخصوصا بعد الأحداث اللي حصلت بين حماس وبين إسرائيل وأشار الإعلام الألماني إلى أن حوادث معادات السامية في عام 2015 الإعلام الألماني يتخذ عام 2015 كأحصائية في مناسبات عديدة في عام 2015 ما تم تسجيله هو 1360 يعني في عام 2014 نشر في عام 2015 1360 حادثة في 2020 1351 حادثة أغلب الشبكات الإعلامية لما تتخذ عام 2015 فهي رسالة واضحة وبسيطة هو لا يذكرها الإعلام الألماني بصريح العبارة ولكن هي إشارة لموعد قدوم اللاجئين فكل الإشارات وكل التقديرات الإعلامية من تذكر هذا الرقم فأنتوا يعني أخذوا بحسبانكم أنه مع قدوم اللاجئين كانت كذا كذا يعني النسب أو الأرقام فحسب الإعلام في 2020 ازدادت بشكل كبير جدا فعلى فكرة أصدقائي الانتقاد اللي صار يعني لموضوع يعني معادات السامية بألمانيا هو أنه يعني اليهود في ألمانيا لا علاقة لهم بدولة إسرائيل فبالتالي هم ليسوا بالضرورة أن يكونوا مع حكومة إسرائيل لهم يهود حالهم حال المسلمين وحالهم حال المسيحين في ألمانيا يجب أن تكون لهم حقوق متساوية مع الجميع والانتقاد أيضا صار يعني من كل الجهات السياسية والاجتماعية في ألمانيا أنه لماذا حصلت التظاهرات اللي تعارض ما تفعلها دولة إسرائيل أمام المعابد اليهودية علما أنه المعابد اليهودية لا علاقة لها بحكومة دولة أو بحكومة يعني إسرائيل وإلى آخره فهذا كان مجمل ما تم ذكره بالإعلام الألماني عن هذه الظاهرة اللي هي الهجرة العكسية من ألمانيا إلى خارج ألمانيا الآن ننتقل للموضوع الأخير أصدقائي الموضوع الأخير هو عن منحة مالية جديدة يتم منحها للأطفال أو للعوائل اللي عندهم أطفال حسب وسائل الإعلام الألمانية فإنه تم الاتفاق على تقديم منحة جديدة للأطفال الذين تتلقى أسرهم إعانات مالية إعانات البطالة سواء من الجو سنتر أو يعملون ولكن دخلهم قليل ويأخذون مساعدة الفونجلد وبموجب هذه المنحة حسب الحكومة الألمانية سيحصل الأطفال على مبلغ 100 يورو من أجل الترفيه كما تم ذكره أو شراء بعض الاحتياجات وحسب التقديرات فإن كل طفل مؤهل للحصول على هذه المنحة سوف يحصل عليها في فصل الصيف يعني حاليا ندخلنا بالصيف والتوقعات هي أما بنهاية شهر سبعة أما بمنتصف شهر ثماني أي بعطلة المدارس الصيفية أصدقائي مع أن المبلغ قد يكون تم انتقاده من قبل كثير من الجهات وأعتبر أنه غير كافي لتلبية متطلبات الأطفال ولكن أصدقائي لو نظرنا للأمور بإنصاف فإنه في ألمانيا كل طفل يحصل على 200 يورو 200 و 4 يورو كيندرقل شهريا هاي سواء كان الأب مليونير أم كان الأب عاطل عن العمل هذه المساعدة يضيفلها المئة يورو يعني نوعا ما سوف نجد أن ألمانيا تفعل الكثير وتفعل ما لم يفعله أي شعب أو أي دولة أخرى بالعالم وربما من أكثر الدول التي تعتني بالطفل هي ألمانيا فحتى لما ننتقد لازم ننتقد بإنصاف أصدقائي هذا كان مجمل وأهم الأنباء التي حصلت بألمانيا بالساعات الأخيرة إن شاء الله أخذتوا فكرة عنها وإن شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو تحياتي لكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة